رئيس الوزراء العراقي بوصوله إلى العاصمة الألمانية برلين تعتبر هذه الزيارة الثانية إلى في جولتها الأوروبية وهذه الزيارة هي تعتبر زيارة مهمة للغاية يمكن حتى أهم من الزيارة اللي سواها البارحة إلى فرنسا لسبب مهم جداً يعني بالإضافة للدعم العسكري الكبير اللي تقدم ألمانيا وقدمته في فترة تنظيم داعش الإرهابي حتى يومنا هذا في مشاركتها بالتحالف الدولي ألمانيا تعتبر ثاني أكبر مانح للعراق بعد الولايات المتحدة الأمريكية وهذا طبعاً قضية مهمة لازم تنحط في عين الاعتبار هنا لأنه الألمان هم مستعدين يدفعوا لك فلوس مستعدين يجيبون شركاتهم حتى لو أنت عندك تقلبات اقتصادية ووضع اقتصادي صعوب وميليشيات وصواريكات يوشيا وغيرها ما عندهم قلق أن يجون ويشتغلون وياك لكن هذه تبقى طبعاً على شطارة الحكومة وطبيعة تفاوضاتها وطبيعة العقود اللي توقعوا وطبيعة التسهيلات أيضاً لتقدمها لألمانيا فلذلك هذه زيارة لها طابعها الخاص والمهم وطبعاً بقضية أنه هم يعني أكبر ثاني داعم من على مستوى العالم للعراق هذه القضية بدأت من 2014 فعلياً بدأت تسجيل الريكورد مالتهم من بدأت قضية الحرب على داعش وإلى انتصارنا على داعش إلى حد يومنا هذا يعني العام الماضي السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق هو بنفسه تسوى نفس هذه الجولة الأوروبي همين راحل فرنسا وراحل ألمانيا وبزيارة الألمانيا فعلاً كانت زيارة لها صفقات وعقود يعني حتى وضع الرجل كان يختلف شو شنو ميركل اللي قالت على طبيعة الأمور اللي قدمتها ألمانيا إلى العراق قالت لقد عملنا لسنوات عديدة بشكل مكثف في العراق وقدمنا 1.7 مليار يورو في التعاون الإلمائي واستقبلت ألمانيا أيضاً عدداً كبيراً من اللاجئين العراقين وشوفوا أيضاً المستشارية الألمانية شنو اللي قالتها عن طبيعة الأموال اللي قدمت إلى العراق قالت بين 2014 ونهاية 2016 قدمت ألمانيا حوالي 713 مليون يورو لتمويل إجراءات الدعم في العراق حيث خصص منه 273 مليون يورو للمساعدة الإنسانية للاجئين والنازحين داخل البلاد بالإضافة إلى ذلك دعونا لا ننسى أنه الحكومة السابقة بهذه زيارة اللي صارت إلى ألمانيا وقعه مع شركة سيمينس من أجل الطاقة الكهربائية وأن شون لازم تتحسن الطاقة الكهربائية وبدت سيمينس يعني فعلياً بعقد كبير جداً بمبلغ 14 مليار يورو وبدت على عدة مراحل والآن مثل ما سمعنا بالمؤتمر الصحفي مع السيد مصطفى الكاظمي هو أنجيلا ميركل يعني فعلياً قالوا أنه المرحلة الأولى انتهت وبدت المرحلة الثانية من عمل شركة سيمينس في العراق لأنه المرحلة الثانية تعتبر طبعاً المرحلة الأكثر تعقيداً الأكثر أهمية وتدخل بالتفاصيل بشكل أكبر لذلك شركة سيمينس اليوم دورها كبير لكن في نفس الوقت مع كل هذا التقدم وهذه الأمور من وصلت شركة سيمينس وبدت تشتغله بهذا العقد اللي دي نحكي به صارت مشاكل دخلت أمريكا على الخط ودخلت جنرال ألكترك على الخط وصار الموضوع سياسي واللعب دور في الموضوع بشكل يعني مزعج للغاية حتى السفير الألماني في بغداد مؤخراً يعني حجة في هذا الموضوع قال الولايات المتحدة الأمريكية غير سعيدة بعمل شركة سيمينس لإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في العراق حسنا القضية هذا هي مو إحنا كعراقين متعودين أنه الروح اللوم الأمريكان والله الأمريكان بكل شي يتدخنون لا المفروضة الحكومة هي التي تتدخل في هذا الموضوع وهي الحكم الفاصل يعني العقد بين ألمانيا وبين العراق شلها دخل أمريكا وشلها دخل أي دولة أوروبية تدخل بهذا العقد فهذا بالعكس هذا يدلل على ضعف إجراءات الحكومة السابقة في قضية ما يتعلق بشركة سيمينس وتدخل الشركات الأمريكية في العراق وغيرها فهذه طبعاً يعني لازم إحنا نكون واضحين ولازم يكون أكوفة شدة وتوفير تسهيلات وإزالة العقبات وهذه واحدة من العقبات اللي واجهتها سيمينس لكن هل وضع الكهرباء تغير في العراق؟ حتى هذه اللحظة أي مواطن بسيط رح يقول لك كل شي متغير فعلياً على واقع الأرض ولازالة الكهرباء سيئة في العراق لكن أكو آمال أن يجي شي من هذا الموضوع عسى القضية الأهم أن السيد الكاظمي شنو المكسب الاقتصادي اللي ممكن يرجع به من ألمانيا واحدة من الأمور والمكاسب المهمة هي قروض وهذه حجة عنها طبعاً الخبير الاقتصادي السيد رائد الرحمن شوف شنو اللي قال قال الدعم المالي الأوروبي لزيارته كلها سيكون بقروض ميسرة جداً يمكن أن لا تتجاوز الواحد بالمئة طبعاً ليش هي قروض ميسرة وليش واحد بالمئة؟ لسبب بسيط جداً أن اليوم أوروبا فعلياً هي دتعاني من الكورونا فيروس ومن مصلحتها أنه تبقى معاملها وشركاتها تشتغل في خارج ألمانيا هذه من مصلحتها الكبيرة جداً وهم كلش يعني يريدون هذا الموضوع أن يستمر لهذا على هذا الأساس المفروض العراق والمفاوض العراقي يستغل هذا الموضوع ويوصل إلى نسبة واحد بالمئة من هذه القروض الميسرة ويستفاد من هذه القروض أيضاً بالإضافة إلى ذلك ستساعد الحكومة العراقية حكومة السيد الكاظمي في تنشيط القطاع الخاص بشكل أكبر حتى نقدر نشغل مليون ونص شاب عراقي عاطلين عن العمل لهم جزء من البطالة الكبيرة اللي موجودة اليوم في العراق وهذول المليون ونص شاب عراقي الحكومة العراقية ما عندها وظائف لهم لذلك من التنشيط القطاع الخاص راح يتوظفون وبالتالي نوعاً ما عالجنا شيء من قضية البطالة في العراق وأيضاً شوية تنشيط الشغل والقضية المشاريع اللي موجودة والاقتصاد العراقي لكن ألمانيا أكو بيها شغلة ومؤشرات مؤخراً صارت تثير القلق بشكل كبير يعني أول ما صارت حادثة المطار وصار الكلام الكثير وقرار البرلمان وكلمة السيد عادل عبد المهدي بالبرلمان وغيرها الأمريكان قالوا إحنا خلاص إحنا راح نخفض قواتنا يعني كنث مكنزي جنرال كنث مكنزي أعلن تخفيض القوات الأمريكية في وقتها من 5200 إلى 3000 جندي أمريكي مباشرة ألمانيا رأساً خفضت قواتها الألمانية الموجودة في العراق إلى 500 وبالإضافة إلى ذلك أيضاً لما صار الإعلان اللي هو لا زال يعتبر قرار مبدئي وساري من أمريكا بغلق السفارة الأمريكية ألمانيا كانت من أولى الدول من البعثات الدبلوماسية اللي داتريد تعزل واللي داتريد أيضاً تطلع مع الولايات المتحدة الأمريكية وكانت من الدول الموجودة في اجتماع السيد مصطفى الكاظمي ومن الدول اللي كانت جزء من البيان اللي أرسلته البعثات الدبلوماسية إلى السيد مصطفى الكاظمي أنه إحنا قلقين وكذا وهذا وهذه طبعاً خطيرة جداً فبالتالي معناتها ألمانيا رجلها على رجل الأمريكان حسناً أروح بعدما oko اشتركوا في القناة